هذا هو الجزء التاسع من حديثي بخصوص المرجع الديني المعاصر إسحاق الفياط سأتناول سؤالا من الأسئلة التي وجهت إلى إسحاق الفياط مع جوابه على هذا السؤال رجاء أعرض لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على سؤال السائل عن دم الإمام المعصوم هل هو نجس أو طاهر رجاء أعرض لنا صورة هذا السؤال مع جواب إسحاق الفياط عبر موقعه الألكتروني الرسمي هذه الصورة ورجاء أبقوها على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال وقراءة الجواب هذه الصفحة معنونة بهذا العنوان العقائد والشعائر الحسينية إنها من الموقع الألكتروني الرسمي لإسحاق الفياط في الحقيقة فإن الوثيقة تشتمل على السؤالين سؤال عن كتب الضلال وقد مر الكلام بخصوص هذا السؤال وجوابه السؤال الثاني وهو في آخر السؤال الأول هل دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس وما هو الدليل فسائل يسأل إسحاق الفياط هل أن دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس ويسأل عن الدليل هو أجابه أجابه من دون دليل هكذا جاء في الجواب الإمام عليه السلام كغيره كغيره من الناس كغيره من البشر كغيره كغيره في هذا الأحكام في هذه الأحكام مطبوع هكذا في هذا الأحكام في هذه الأحكام الإمام عليه السلام كغيره من الناس في هذه الأحكام يعني أن دم الإمام المعصوم نجس بحسب فتوى وعقيدة إسحاق الفياط قطعا هو لا ينفرد بهذا القول هذا هو القول المعروف عند مراجع حوزة الطوسي عند مراجع النجفي وكربلاء من الأموات ومن الأحياء ومن القادمين في الطريق منطق مرجئي في كل صغيرة وكبيرة ترتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أطيل كثيرا في الجواب في هذه الحلقة أولا هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا في برامجي السابقة وفصلت القول فيه يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وتطلع على التفاصيل التي ذكرت هناك بخصوص هذا الموضوع بخصوص طهارة دم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لكنني سأجيب الجواب الصحيح كي ينكشف الضلال وكي تظهر الصورة المرجئية البترية التقصيرية فيما تحدث عنه إسحاق الفياد وما عليه المراجع الآخرون من الذين ماتوا من الأحياء ومن القادمين في الطريق السائل يسأل عن دم المعصوم هل هو طاهر أم أنه نجس إسحاق الفياد أجاب من أن دم الإمام كغيره في هذه الأحكام هذا يعني أن دمه نجس وليس طاهرة هذه الفساوى في الحقيقة وما هي بالفتاوى هذا الضلال وهذا الهراء يتعارض مع منطق القرآن بدرجة مئة بالمئة وأئمتنا بيّنوا لنا من أن كل شيء من هراء هؤلاء السفلة أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي إنهم سفلة الشيعة كما يصفهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصحاب العقيدة التقصيرية هؤلاء هم سفلة الشيعة هؤلاء هم أراذل الشيعة حقراء الشيعة فما يأتي عن هؤلاء الأراذل والسفلة والحقراء من مراجع حوزة الطوسي من المقصرة من البترية من المرجعية إذا جاء معارضا للقرآن فإنه قول باطل وقول ضال وهذا ما سأبينه لكم الآية الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأحزاب إنها الثالثة والثلاثون بعد البسملة آية التطهير تعرفونها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآية لأنني قد تحدثت عنها كثيرا في طوايا برامجي المختلفة السابقة وإنما أذهب إلى جهة من جهاتها أذهب إلى ما جاء مذكورا في الآية بهذا العنوان الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سأسأل القرآن عن الرجس الذي تتحدث هذه الآية عنه الآية واضحة إنها تنزه أهل البيت عن كل أنواع الرجس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فالآية تنزه وتقدس وتعظم أهل البيت في أنهم منزهون عن كل نوع من أنواع الرجس ماذا يقول القرآن عن أنواع الرجس إذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض مرض القلوب معنوي ليس ماديا وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا هذه الزيادة معنوية فهذا الرجس رجس معنوي إنها قذارة معنوية وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم رجسهم هو مرض قلوبهم وأمراض القلوب كثيرة أمراض القلوب على كثرتها هي معنوية ما هي بمادية هذا رجس معنوي وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الرجس هنا معنوي آية التطهير تنزه وتطهر أهل البيت من كل أنواع الرجس إنما يريد الله ليدهب عنكم الرجس أهل البيت هذا هو الرجس المعنوي في الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة التوبة نذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية التسعين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه الآية تحدثنا عن رجس منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الخمر في بعده المادي رتس نجاسة الخمر سائل نجس فهذه نجاسة مادية ولكن هناك نجاسة معنوية النجاسة المعنوية تترتب على شارب الخمر بعد أن يعاقر تلك المادة النجسة فالذي فالذي يعاقر الخمر يعاقر هذه المادة المحرمة النجسة فضلاً فضلاً عن تنجسه من الجهة المادية بسبب المخالطة والملامسة والممازجة معها مادياً وهناك نجاسة نجاسة معنوية تترتب على ذلك الإنسان بعد أن يشرب تلك المادة على سبيل المثال مثلاً صلاته لا تقبل إلى أربعين يوماً هذه قضية معنوية صرفة إلى سلسلة من الآثار المعنوية فالخمر من جهة رتس مادي ومن جهة رتس معنوي وهذا لا يترتب على شربه فقط على بيعه على صناعته على نقله على توفيره للذين يريدون أن يشربوه وفي كل ذلك هناك نجاسة مادية وهناك نجاسة معنوية فالأموال التي يحصلها صانع الخمر تترتب عليها آثار منها مادية ومنها معنوية أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر الميسر القمار بكل أشكاله في الميسر رتس معنوي وفيه رتس مادي الميسر الميسر بما هو هو عملية اللعب والعبث بكل أنواع القمار رتس معنوي لكن الأموال المستحصلة من المقامرة هذه ستتحول إلى مادة محرمة وهذه المادة المحرمة قد تتصف قد تتصف في بعض حالاتها بالنجاسة أقول قد تتصف في بعض حالاتها بالنجاسة المادية لأن الأطعمة المحرمة قد تكون محرمة وليست نجسة ولكن في بعض أنواعها قد تكون محرمة ونجسة بالنتيجة هذه الأمثلة أمثلة عن رتس معنوي وعن رتس مادي قد يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بهذه العناوين وقد يكون مرتبطا ارتباطا ليس مباشرا بهذه العناوين إنما الخمر والميسر والأنصاب الأنصاب جمع لنصب والنصب هي الدكة التي توضع في بيوت الأصنام كي تذبح عليها الذبائح باسم تلك الأصنام تقربا لتلك الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى هنا نجاسة مادية ونجاسة معنوية الذبائح هذه ميتة والميتة نجسة فهذه الذبائح ميتة يحرم أكلها وحكمها حكم الميتة إنها محرمة وفي الوقت نفسه نجسة هذه نجاسة مادية أما الفعل نفسه عملية التقرب إلى الأصنام فإنها نجاسة ورجاسة معنوية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام الأزلام الأزلام جمع لزلم والزلم هو السهم المخصص لعملية الاستقسام أو لعملية القرعة بمثابة بمثابة الخيرة بمثابة الاستخارة إنها استخارة الأصنام الأزلام جمع لزلم والزلم هو السهم الذي يرمى من القوس ولكنه من دون ريشة لذا لا يستعمل في الرمي وإنما يستعمل في عملية الاستقسام أو في عملية القرعة في عملية الاستخارة ما المراد من الاستقسام قد يتشارك أشخاص في شراء ناقة مثلا ويقومون بذبحها وبعد أن تذبح يقومون بتقسيم لحمها فيما بينهم بطريقة الأزلام وهو أسلوب مقامرة فيمكن للشخص الذي اشترك بمال قليل في شراء الناقة أن يأخذ حصة كبيرة قد تكون أكبر من حصص الباقين مع أنه ما دفع إلا قليلا من المال لكنه بسبب المقامرة نال هذه الحصة الكبيرة عملية استقسام بأسلوب بأسلوب المقامرة عبر الأزلام فهو نحو من أنحاء المقامرة نحو من أنحاء الكسب غير المشروع وقد تستعمل للاستخارة فهناك من الأزلام ما يكتب عليه أفعل وهناك من الأزلام ما يكتب عليه لا أفعل وتجمع هذه الأزلام في وعاء يكون موجودا في بيت الأصنام فحينما يريد شخص أن يسافر يتوجه إلى بيت الأصنام ويطلب من ساد الأصنام من رجل الدين في معبد الأصنام أن يجري له الاستخارة عبر هذه الأزلام في طقس كانوا يجرونه وبعد ذلك يقوم بالاقتراع بالقرعة فإذا أخرج الزلم الذي يقول افعل قد كتب عليه افعل أو أفعل فإنه سيذهب في سفره وإذا خرج الزلم الذي مكتوب عليه لا تفعل أو لا أفعل فإنه لن يذهب في سفره استخارة في بيت الأصنام على أي حال فالأزلام إذن تارة تستعمل في رجاسة مادية كما في قضية تقسيم لحم الذبيحة وتارة تستعمل في عملية استخارة الأصنام فهناك رتس مادي وهناك رتس معنوي إذن هذا نوع آخر من أنواع الرتس وهي الأرجاس التي في جهة من جهاتها تكون مادية وفي جهة من جهاتها تكون معنوية آية التطهير تنزه أهل البيت عن كل أنواع الرتس إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس أهل البيت مع التأكيد والتشديد ويطهركم تطهيرا مر علينا في الآية الخامسة والعشرين بعد المئة من سورة التوبة مر علينا الرتس المعنوي فأهل البيت منزهون عنه وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رتسا إلى رتسهم وماتوا وهم كافرون هذا هو الرتس المعنوي بكل معاني الجهل السفاهة الغواية الضلال الشك الوهم الحسد الحقد الكبر البخل النسيان السهو الغفلة كل هذه المعاني هي من مصاديق الرتس المعنوي الرتس المعنوي كل قذارة كل نقص محمد وآل محمد منزهون عن كل هذه العناوي ما ذكرتها على سبيل المثال وما لم أذكرها كل ما ينطبق عليه عنوان الرتس المعنوي أما الآية التسعون بعد البسملة من سورة المائدة فإنها تحدثنا عن أرجاس فيها جهة جهة مادية وفيها جهة معنوية يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَهْمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِتْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ هذه العناوين هي مصاديق من نوع من أنواع الرتس في بعض جهاته نجاسة مادية وفي بعض جهاته نجاسة معنوية وأهل محمد منزهون عن أي رتس بأي درجة من الدرجات عن أي رتس فيه جهة مادية رجاسة مادية وفيه جهة معنوية رجاسة معنوية في سورة الأنعام في الآية الخامسة والأربعين بعد المئة بعد البسملة نوع نوع ثالث من أنواع الرتس إنه الرتس المادي مر علينا رتس معنوي أرجاس فيها جهات مادية وجهات معنوية هذه الآية وهي الخامسة والأربعون بعد المئة بعد البسملة من سورة الأنعام تتحدث عن رتس مادي وتتحدث أيضا عن أن الدم رتس قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رتس أو فسق أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم الحديث عن رتس مادي محط هناك آثار معنوية الآية ما وصفتها بالرتسية وإنما وصفتها بالفسق فإنه رتس هذا في بعده المادي أو فسق أهل لغير الله به أهل لغير الله به هذه قضية معنوية وصفت بالفسق دققوا في الآية إن كان المصحف قريبا منكم فافتحوا المصحف على هذه الآية من سورة الأنعام إن لم يكن قريبا منكم بعد الحلقة عودوا إلى هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة هذه نجاسة مادية قد ترتبط بها أثار معنوية الآية كانت دقيقة وصفت الجهة المادية بالريتس ووصفت الجهة المعنوية من الآثار أو العلائق التي ترتبط بهذه النجاسات المادية وصفتها بالفسق إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير حتى إذا شك شاك في الميتة فلا يستطيع أن يشك في لحم الخنزير فلحم الخنزير نجاسة مادية صرفة بحسب الآية الآثار المعنوية المترتبة على هذه النجاسات المادية وصفت بالفسق وأما النجاسة المادية وصفت بالرجس قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رتس رتس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم موطن حاجتنا من الآية أو دما مسفوحا فإنه رتس فالدم المسفوح إنه دم الحيوان ودم الحيوان قد يكون دما للحيوان الناطق للإنسان وقد يكون دما لسائر الحيوانات الأخرى أو دما مسفوحا فهذا الدم عبر القرآن عن بأنه رتس وآية التطهير تنزههم تطهرهم عن كل مصاديق الرتس عن كل أنواع الرتس في الكتاب الكريم لن تكون دقيقة لن تكون بليغة إذا كانت قاصدة لنوع من أنواع الرتس في الكتاب الكريم سيكون القرآن مهلهلا في بلاغته ودقته وإتقانه فالقرآن ذكر لنا ألوانا أنواعا من الرتس فما جاء في الآية الخامسة والعشرين بعد المائة من سورة التوبة رتس معنوي وما جاء في الآية التسعين بعد البسملة من سورة المائدة أرجاس لها جهة مادية ولها جهة معنوية وما جاء في الآية هذه وهي الخامسة والأربعون بعد المائة بعد البسملة من سورة الأنعام رتس مادي صرف إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رتس الأثر المعنوي الآية ما وصفته بالرتس وإنما بالفسق أو فسقا أهل لغير الله به الآية دقيقة والقرآن دقيق رتس معنوي صرف رتس مادي صرف رتس فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية إذن هناك عدة أنواع من الرتس والآية واضحة في سورة الأحزاب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرتس هذه الألف واللام في الرتس إما أن يراد منها ألف الحقيقة فإن حقيقة الرتس بكل مصادقه وإما أن يراد من الألف واللام هنا للاستغراق للاستيعاب للشمول إنها تكون شاملة لكل أنواع الرتس الذي ذكر في القرآن أما إذا أردنا أن نقول من أن الرتس في الجانب المعنوي فقط فهناك نوعان من الرتس ذكر في القرآن فكيف يقول القرآن من أن أهل البيت نزه عن الرتس وبقي نوعان من الرتس رتس فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية ورتس مادي صرف الآية واضحة أهل محمد منزهون عن كل أنواع الرتس التي تحدث عنها القرآن أو دم دم مسفوحا فإنه رتس ففتوى إسحاق الفياد المرجع الأعلى بحسب تحيين السيستان هذه هذه فضلا عن أنها تسيء إلى محمد وأهل محمد وتكشف عن عقيدة مرجئية بترية قذرة تخالف منطق القرآن جملة وتفصيل هذا إفتاء بغير علم ومن أفتاء بغير علم أكبه الله على منخره في نار جهنم هؤلاء جهنميون هؤلاء ضالون الذين يوصفون بأنهم الأعلام بأنهم آيات الله العظمى بأنهم نواب صاحب الزمان نائب صاحب الزمان يصدر فتاوى تسيء إلى صاحب الزمان وهي تتعارض بدرجة مئة بالمئة مع قرآن صاحب الزمان أي نيابة هذه لصاحب الزمان كذابون هؤلاء دجالون سفلة من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل القندرة أي منطق هذا هذه قضية لا تحتاج إلى كل هذا الكلام المعصوم منزه عن كل قذر في ظاهره وباطنه نحن حينما نخاطبهم من أننا مؤمنون بظاهركم وباطنكم نحن نحن نؤمن بظاهرهم الجسدي وبباطنهم الجسدي ونؤمن بظاهرهم المعنوي وبباطنهم المعنوي فكيف نؤمن بنجاسة كيف نعتقد بنجاسة ما هذا المضمون يتكرر في زياراتهم إني مؤمن بظاهركم وباطنكم نحن نؤمن بظاهرهم الجسدي ونؤمن في الوقت نفسه بباطنهم الجسدي ونؤمن بظاهرهم المعنوي ونؤمن في الوقت نفسه بباطنهم المعنوي فكيف نؤمن بقذارة وبنجاسة منطقيا لا يمكن أن يكون في قمة الكمال الباطني معنويا ما لم يكون في قمة الكمال المادي ظاهريا لا يمكن لا يمكن أن يتكامل باطنيا في الجانب المعنوي ما لم يتكامل ظاهريا أيضا في الجانب المعنوي وفي الوقت نفسه لا بد أن يتكامل ظاهرا وباطنا على المستوى المادي على المستوى الجسدي من هنا نحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفة من أنه طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر في جميع الاتجاهات ونقول له طهرت وطهرت بك البلاد وطهرت أرض أنت فيها وطهر حرمك هذه الطهارة لها أبعادها المادية ولها أبعادها المعنوية لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل فالقضية واضحة جدا ومن قرأ زياراتهم فإن ذوقا واضحا صريحا جليا في كل زياراتهم ينبئ عن طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات في الاتجاهات المادية وفي الاتجاهات المعنوية سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان على سبيل المثال وليس وليس على سبيل التقصي في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة عصمكم الله من الزلل الزلل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وآمنكم من الفتن والفتن أيضا قد تكون في جانب ماديا وقد تكون في جانب معنوي وقد تجتمع الجهتان المادية والمعنوية في هذه الفتن هناك من الفتن ما هو معنوي وهناك من الفتن ما هو مادي وهناك من الفتن ما يجمع بين الجنبتين بين الجنبتين المادية والمعنوية عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهاركم من الدنس ودنس في لغة العربي قد يكون ماديا وقد يكون معنويا وطهاركم من الدنس وَأَذْهَبَ عَنْكُمُ الْرِتْس وَالْرِتْسُ فِي لُغَةِ العَرَبِي عودوا إلى معاجم اللغة قد يكون ماديا وقد يكون معنويا فالآية آية التطهير إذا أردنا أن نتوقف عند اللغة فقط فإنها تدل على تنزيه محمد وآل محمد عن الرتس المادي وعن الرتس المعنوي لكننا لا نحتاج إلى هذا فإن القرآن قد فصل لنا أنواع الرتس فجاءنا بثلاثة أنواع هناك رتس معنوي صرف ورتس مادي صرف وهو الدم الدم المسفوح عبر عن بأنه رتس رتس مادي صرف وهناك الأرجاس التي لها جنبة مادية وجنبة معنوية فتفصيل القرآن أدق بكثير من تفصيل معاجم اللغة عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهاركم من الدنس وأذهب عنكم الرتس وطهاركم تطهيرا لذا فإنهم مصدر للدين الطاهر من أراد الله بدأ بكم لو لم يكونوا حقيقة طاهرة في ظاهرهم المادي وفي باطنهم المادي في ظاهرهم المعنوي وفي باطنهم المعنوي لما جعلوا في هذا المقام من أراد الله بدأ بكم الله الطهارة المطلقة بل ما وراء الطهارة المطلقة بل تنتهي العبائر والألفاظ بوابته لابد أن تتسم بسمة طهارته لابد أن تكون طهارة بوابته طهارة بابه لابد أن تكون طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هل يمكن هل يمكن أن تكون نجاسة متعلقة بوجه الله الذي نتوجه إليه بأي مستوى من المستويات هل يمكن ذلك أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء هل يمكن أن تتعلق نجاسة بهذا الوجه بأي مستوى من المستويات يمكن هذا بأي منطق بمنطق العقل بمنطق الفطرة بمنطق الوجدان بمنطق العبادة بمنطق العقيدة بمنطق القرآن بمنطق الزيارة الجامعة الكبيرة بمنطق من بمنطق هؤلاء الحقراء السفلة في حوزة الطوس فقط بمنطق هؤلاء المرجئة البتريين مثلما يضرط إسحاق الفياض هنا في جوابه على سؤال السائل من أن دم الإمام المعصوم يكون نجسا من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم عقيدة التوحيد إنها عقيدة الطهر والطهارة كيف نستلمها من جهة ليست طاهرة في كل أبعادها ستكون عقيدة ملوثة النجاسات المادية تترك آثارا معنوية أنا لا أتحدث عن تلوث مادي هنا لكن النجاسات المادية تترك آثارا معنوية في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين هي غير الزيارة الجامعة الكبيرة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أيضا عارف بمنزلتكم الزائر يتحدث عن نفسه حيث يقول وأشهدكم يا موالية أني مؤمن بولايتكم معتقد لإمامتكم مقر بخلافتكم عارف بمنزلتكم مؤمن بعصمتكم خاضع لولايتكم متقرب إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم عالم بأن الله قد طهركم عن أي شيء عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ونجاسة 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 في جميع الاتجاهات المادية والمعنوية عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ونجاسة ورجاسة طهارة مطلقة تتجاوز كل التعابير لا نملك تعبيرا في لغة العرب بل في كل لغات العالم ولغة العرب هي اللغة التي تشخص الحقائق الدينية في ثقافتهم وفي قرآنهم وفي حديثهم لو بحثنا في شرقها وغربها في شرق لغة العرب وغربها في كل جهاتها لما وجدنا تعبيرا نستطيع أن نستعمله لوصف سعة طهارتهم وعمقها وأسرار كنهها طهارة بلا حدود في جميع الاتجاهات ظاهرا وباطنا في الظواهر المادية والبواطن المادية وفي الظواهر المعنوية وفي البواطن المعنوية قارنوا بين هذا المنطق وبين قذارة حوزة الطوسي إنها حوزة حوزة القذارة والنجاسة والرجاسة والسفاهة ألا لعنة عليها ولعنة على منهجها القذر نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباس من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في علي وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المطلون غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى في سنة 362 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى إنها الطبعة الأولى 1422 هجر قمري قموا المقدسة صفحة 250 إنه الحديث الثاني والأربعون بسنده عن يعقوب ابن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الإمام الصادق قال ليعقوب ابن شعيب ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت فقلت بلى القميص الذي سيخرج فيه إمام زماننا في وقت ظهوره الشريف ألا أريك ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه فقلت بلى قال فدعا بقماطر والقماطر وعاء يصنع من الجلد أو غير الجلد حقيبة خاصة وعاء خاص تحفظ فيه الأشياء الثمينة الأشياء العزيزة فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس الكرابيس نوع قماش إنه من القطن الأبيض قماش من القطن الأبيض لونه أبيض بلون القطن باللون الطبيعي للقطن فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره فتح القميص فإذا في كمه الأيسر في في ردنه في الردن فإذا في كمه الأيسر دم هذا يعني أن الدم كان واضحا جدا بحيث أن يعقوب ابن شعيب ما ما إن رآه عرف أنه دم فإذا في كمه الأيسر دم فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم يوم ضربت رباعيته أسنانه الشريفة في يوم في يوم أحد وفيه يقوم القائم يعقوب ابن شعيب يقول فقبلت الدم ووضعته على وجهي ثم طواه أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورفعه رفعه رفع مكان القمط ثم طواه أبو عبد الله ورفعه إمامنا الصادق يحتفظ بقميص مزين بدم رسول الله فهل هو يحتفظ بقميص منجس بدم رسول الله ولماذا يلبس القائم قميصا منجسا بدم نجس لماذا ماذا أقول لهؤلاء الثيران لهؤلاء الحمير من مراجع حوزة الطوسي اللغة القرآن الأدعية الزيارات جوهر العقيدة سيرة أئمتنا إمام زماننا في يوم الظهور الشريف والحكاية طويلة طويلة ماذا يكشف هذا الموقف القذر من أسيحيق هذا ومن أمثاله من المراجع كالسيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وبشير النجفي والبقية من الذين ماتوا من الأحياء من الآتين في الطريق من أراضي الشيعة وحقراء الشيعة إنهم المرجئة إنهم البتريون إنهم أعداء العترة الطاهرة هكذا وصفهم إمامنا الصادق وهو يخبر المفضل بن عمر من أن الناصبة ناصبة سقيفة بن ساعد يقول للمفضل أعداءكم أعداء الشيعة وأما المقصرة المرجئة البترية مقصرة الشيعة فهم أعداءنا أعداء العترة وهذه المصادق الواضحة لهؤلاء السفلة من أعداء العترة الطاهرة من أمثال أسيحيق هذا والذي نصبه الأعلم والقضية تعم الذين ماتوا وتعم الأحياء ما هم يشربون ويأكلون من نفس كنيف المراحيط من نفس كنيف المراحيط يتشاركون الأكل والشرب منه لو لم يكونوا كذلك لماذا يتقيؤون بهذه النجاسات لأنهم يأكلون النجاسات يتقيؤون بهذه النجاسات فهم يأكلون ويشربون من نفس بالوعة المراحيط ولذا حينما يتقيؤون أو يتجشؤون فإنهم يتقيؤون نجاسة ويتجشؤون نجاسة وقذارة هؤلاء السفلة لذا حينما يسأل السائل هل دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس وما هو الدليل هو لم يشر إلى دليل ولسنا بحاجة إلى أهدلته الوسخة كوجه الوسخ فهكذا أجاب الإمام عليه السلام كغيره في هذا الأحكام في هذه الأحكام أعتقد أن القضية باتت واضحة لديكم من خلال الحقائق والمعطيات التي طرحتها بين أيديكم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر